يدرس النادي الاهلي جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدول العام والذي أصدرته لجنة المسابقات بعد ظهر اليوم ومن المنتظر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيسي النادي اجتماعا مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة غدا الخميس لمعرفة الرؤية الفنية للجهاز من جدول المباريات والمواعيد المقترحة وترتيب اللقاءات وتأثير الصراع في القمة والقاع على أهمية المباريات بالمناسبة قبل ما نروح لكريم بس ثانية واحدة يا جماعة قبل ما نروح لكريم الاهلي بيقول بيدرس الموقف من جدول الدوري مظبوط وبيقول لك من المنتظر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا مع سيد عبد الحفيز مدير الكرة غدا الخميس ما قالش الخميس أو الجمعة ده النادي الاهلي تعلموا ده النادي الاهلي ما قالش الخميس أو الجمعة أو السبت الجنة أو حرص الحدود ماشي انا بس حبيت ان انا نتكلم في هذا الموضوع حاجة كده بسيطة جدا لغاية لما نشوف الموقف اللي حيصدر من ادارة النادي الاهلي في اطار هذا الموضوع وماذا سيحدث خلال الفترة القادمة من هذا من موضوع المؤجلات بعد الدراسة ان شاء الله بكرة من مجلس ادارة النادي الاهلي